قبل ما نحكي في الخبر اللي جاي في برضو قصة كده كانت سبب في 50% من مشاكلنا عموماً في المجتمع هي فكرة إنه في بعض الناس الترستخ في ذهنها كده إن إحنا هنتجوز في التطور الطبيعي للجواز إن إحنا نجيب عيال والتطور الطبيعي لما نجيب عيال إنهم يساعدونا بقى في المعايش وإنهم يشيلوا معانا الفكرة بقى دي الخط اللي كل الناس ماشية فيه كده وبيجروا هنا بعض وعملين كلهم يقعوا في نفس الحفرة الخبر بقى اللي لازم نشارك به بعض إنه خلاص ما بينفعش أولا مش معنى إنه أي ناس اتنين اتجوزوا إنهم لازم يجيبوا عيال لازم قبل ما نقرر نجيب عيال نتأكد إن إحنا أصلاً ينفع نكمل متجوزين ده سؤال معرفش الناس بتسألوش لبعضها ليه والسؤال التاني إحنا ما نجيب عيال بقى يساعدونا في المعايش تصدق بقى الخبر اللي لازم أرجو لك النهاردة إن دي موضة خلصت ما بقاش فيه كان فيه وخلص كان فيه ناس اللي بتبقوا من بعض الفئات اللي بيساعدني وبيشتغلوا خلص ما بقاش فيه ده الكبار أصلاً بيلاقوا شغل بصعوبة فما بالك إن انت عايز تشغل طفل لا حق ولا ده طبيعي ولا حد هيقبل ولا المجتمع هيقبل ولا أنت هتقدر أموال إيه اللي بيحصل في الآخر إن إحنا بنتجوز نجيب عيال فالجوازات ما بتكملش في معظم الأوقات فالعيال بتتعب معنا والأطفال اللي إحنا جايبينهم يساعدونا بقوا بيبقوا عبق علينا فلحظة بقى يعني لحظة التفكير كده وإحنا بنتكلم عن نجيب بولاد نجيب كام نجيب واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة ولا عشرة قبل ما نسأل كل الأسئلة دي وقبل ما تقول هو الدولة كمان هتبصلنا في عدد العيال لا لا خالص الدولة صدقوني ما عايزة تبصل حد في أي حاجة بس أنا عايزة أشاركك بخبر يمكن يخليك تعرف قد إحنا في مشكلة كبيرة إحنا في مشكلة كبيرة في حق نفسنا أولاً وفي حق الكائنات اللي بنبقى مسؤولين عنها ثانياً لأنه إحنا بنغلط في حق الكائنات دي الأطفال اللي إحنا بنجيبهم دول إحنا بنغلط غلط كبير قوي قوي في حقه وثالثاً بقى رقم ثلاثة في القائمة في حق الدولة اللي من حقها إنك تكون شريك معها فإنه أنت عايز منها خدمات ودعم وحاجات كتير قوي وهي كمان بتقول لك عايزين مواطن سليم بس الدهنة سليم يعني يطلع الكم سنة الأولانية اللي إنت مسؤول عنهم فيه يبقى سليم الجهاز المركزي للتعباية والعامة والإحصاء طلع كده خبر وبيان بيقول عن عدد سكان مصر وده ممكن يعدي على ناس كتير قوي مننا لكن مئة وثلاثة مليون نسمة يعني زدنا يعني عدد المصريين مئة وثلاثة مليون نسمة زدنا نص مليون نسمة خلال قد إيه بقى؟ تخيل كده مئة وعشرين يوم ثلاث شهور اللي فاتوا في الثلاث شهور اللي فاتوا زدنا نص مليون نسمة تخيل واسرح بخيلك نص مليون كرسي في مدرسة ونص مليون فرسة عمل بعد كم سنة في ثلاث شهور القاهرة على رأس قائمة أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان القاهرة لوحدها 10 مليون بعدها طبعا الجيزة عدد سكانها 9.4 مليون ناس